بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرحب قسم الدعوة والإرشاد بكم في هذه الندوة التي نتناول من خلالها الحديث عن مضامين بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق في القضايا العربية والإسلامية والهدف من هذه الندوة إبراز الطريق الذي اختطته هيئة علماء المسلمين لنفسها وبيان الغاية التي من أجلها أصدرت هذه البيانات التي أصبحت بمثابة تاريخ يحمل الكثير من الأحداث التي حصلت في العراق خصوصا وفي البلاد العربية والإسلامية عموما فمن يتصفح تلك البيانات يجد أن الهدف الأسمى الذي سعت إليه الهيئة هو إبراز ما يجب أن تكون عليه الأمة أن تكون أمة الجسد الواحد فتتحقق عند ذلك الرؤية النبوية لها والتي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم لقد حوت هذه البيانات على الكثير من الوثائق المهمة التي سيخلدها التأريخ وستكون إشراقة أمل للأجيال القادمة وقد تميزت بالتنوع في الخطاب فتارة تحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث ومرة تستنهض الشعوب من أجل الدفاع عن قضيتها وتحاول أن تصف الحدث بصورة مجملة من أجل أن يبقى حاضرا في الأذهان في كل زمان ومكان وسنتناول في هذه الندوة ورقتين الأولى للدكتور ثامر العلواني والتي سيتحدث فيها عن مضامين البيانات في القضايا الإسلامية والورقة الثانية ستكون للمتحدث والتي سيتناول فيها مضامين البيانات في القضايا العربية أترك المجال للدكتور ثامر كي ينيرنا بما خطته يداه أسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السادة الكرام الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لمن دواعي السعادة مع الحمل الثقيل في تغطية المقصود أن أكلف في ندوة مع زميلي وأخي الدكتور عمر الراوي في موضوع يتناول اهتمامات الهيئة بقضايا الأمة الإسلامية والعربية من خلال بياناتها ولذلك أشكر قسم الدعوة والإرشاد والقسم الإداري والقسم الإعلامي في الهيئة على هذا الاختيار والشكر موصول لكم أحبتنا الكرام الذين حضروا هذه الندوة وشاركونا فيها والتي كان نصيبي منها كما تفضل الدكتور عمر هو اهتمامات الهيئة بقضايا الأمة الإسلامية من خلال بياناتها وقبل البدء لا بد أن أبين لحضراتكم بأن عدد البيانات الهيئة الكلية إلى الآن يبلغ 1314 بيانا وهي متنوعة على حسب الأحداث والوقاع المهم عراقيا وهو الأكثر وعربيا وإسلاميا ودوليا وهكذا ولعل من الأمور الإيجابية في اختيار الموضوع هو أن الاحتلال الذي ظهرت أغلب مشاكل العراق بسببه كان مشروعه يستهدف الهوية الإسلامية واللحمة العربية فضلا عن خيراتها وعوامل نهضتها ولذلك كان جزء من بيانات الهيئة بهذا الشعر وقد قسمت الورق المخصصة لي في هذه الندوة إلى نبذى عن تعريف البيانات وأهميتها والجهة الصادرة عنها ثم نماذج من اهتمامات الهيئة بالقضايا الإسلامية من خلال البيانات ولا يخفى على حضراتكم أن الجهة التي تصدر عنها بيانات الهيئة هي الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين والهيئة تأسست بعد الاحتلال كما تعلمون بأيام قليلة وكان هدفها الأساس هو الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وممارسة مهامها الشرعية في ظل غياب كل مؤسسات الدولة التي كانت قبل الاحتلال وبعد سقوط الأحزاب السياسية في شرك الاحتلال واستدراجهم إلى خطته التدميرية ودخول الأحزاب الفاعلة في مجلس الحكم وترسيخ المحاصصة الطائفية والعرقية في البلاد عن طريق الأطماع الحزبية والشخصية وخلو الساحة آنذاك عن الوقوف بوجه المشروع الأمريكي اضطرت الهيئة أن تسد هذا الخلل والشرخ الكبير في العراق وتتحمل العباء الأكبر في مواجهة المحتل ومشاريعه بالإضافة إلى مهامها الأخرى وذلك كله امتثال لقوله تعالى والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فضلا عن أن القضية هي قضية احتلال ظالم غاشم يهدف لهدم الدين والبناء الأخلاقي وتفكيك المجتمع العراقي ما أريد أن أقوله أيها الأخوة الكرام أن للهيئة مواقف كثيرة ومهمة وثقتها عن طريق البيانات والبيانات هي وثيقة رسمية وتاريخية تبين الموقف الرسمي للهيئة من هذه القضية أو تلك وهنا لا بد من التأكيد على أننا عندما نتناول موضوع البيانات فإننا نتناول ونتكلم عن جزء مهم من الهيئة كمؤسسة ولأنها وثقت أحداثا خطيرة ودقيقة أفرزها واقع الاحتلال المرير ومن هنا تأتي أهمية البيانات من كونها أصبحت وثيقة رسمية وتاريخية فاضحة لألاعيب المحتل ومبينة لكل القضايا المفصلية والمهمة في العراق والعالم العربي والإسلامي وهنا لا بد أن أبدي ملاحظة في غاية الأهمية وهي أن البيانات الصادرة عن أي جهة كانت ولا أقصد الهيئة فقط هي مواقف لهذه الجهة أو تلك وهذا الموقف سيخلد وسيذكر في التاريخ وسيضع في الميزان في تقييم ذلك الحزب أو تلك الجماعة فإن كان الموقف سلبيا ستكون صفحة سوداء في موقفي وتاريخ هذا الحزب أو تلك الجماعة وإن كان الأمر عكس ذلك سيخلد الموقف في باب الإيجابيات وتكون صفحة بيضاء ولعل من أبرز أمثلة التاريخ في ذلك موقف ابن العلقمي وموقفه من سقوط الدولة الإسلامية وكيف تعاون مع التتار وكان سببا رئيسا أو من أسباب سقوط الدولة الإسلامية وما أريد أن أؤكد عليه أن البعض في بعض الأحيان يميل عن ثوابته الشرعية ومبادئه الأخلاقية فيقع في المحظور لأنه أراد من توثيق بيانه إظهار موقف مؤقت يكتسب منه مصالح مادية دنيوية مؤقتة لكنه يتناسى أن هذا الموقف سيخلد الأجيال القادمة وأنه سيكون موقفا سلبيا على المؤسسة في تاريخ اللاحق لأن غالب من يدرس هذه المواقف فيما بعد لن يقدم الأعذار لتلك الجهة عن تفريطها بموقفها مهما كانت المبررات لصاحب الموقف السلبي في حينها ولذلك من إيجابيات بيعانات الهيئة أنها تستشرف المستقبل من خلال المعطيات على أرض الواقع وأنها تراعي النظرة التاريخية البعيدة المدى ولأنها تسير وفق الضوابط الشرعية والقيم والمبادئ الأخلاقية التي هي سفينة النجاء في ظل الظروف الحالية طبعا مع وجود صعوبات جمة ومضايقات كثيرة واستهدافات كبيرة بسبب هذه المواقف لكن هذا هو الفرق الكبير ما بين بيانات الهيئة والجهات الأخرى ونحن هنا لسنا في معرض المقارنة إخوة الكرام قبل أن أدخل في بيان الورقة المخصصة لي أود أن أوضح أن البيانات الخاصة في القضايا الإسلامية كثيرة ومتنوعة لكنني اخترت نماذج معدودة توضح المقصود الذي تهدف له هذه الندوة فبالرغم من الواقع المرير الذي يمر به العراق والحمل الثقيل لهيئة علماء المسلمين في هذا المجال إلا أنها لم تنسى أو تغفل عن قضايا الأمة الإسلامية وتوثيق الجرم بحقها وإدانتها والوقوف بما تستطيع لنصرة الأمة الإسلامية والأمثل على ذلك كثيرة وأبدأها بالقضية الفلسطينية وأخص منها قضية الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين كان لها اهتمام كبير من الهيئة ببياناتها كونها قضية الأمة الإسلامية جميعا قبل أن تكون تحت أي مسمى آخر فكان للهيئة عشرات البيانات في ذلك لأنها رأت من الضرورة بمكان أن تسجل هذه المواقف وليس غريبا أن يكون البيان الثاني للهيئة رقم 2 الصادر في 20-7-2003 هو عن القضية الفلسطينية فتناول البيان حينها مكانة الأقصى من خلال النصوص الشرعية ثم بيّنت المشكلة باختصار موجز غير مخل ثم أرضحت مواطن الخلل والتآمر على القدس ثم التنديد بهذا الفعل المشين ثم التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي إسلامية ولا يجوز لرئيس أو غيره التنازل عنها ثم أكدت على دعمها ومساندتها للمجاهدين ودعوتهم ونصحهم إلى وحدة الصف والكلمة وقد أصدرت الهيئة بيانات أخرى خاصة بالقدس منها بيان بشأن غلق المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله من قبل الاحتلال الصهيوني واعتقال مفتي القدس ونفاق الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني الغاصب ثانيا من القضايا الأخرى المهمة التي كان الهيئة فيها مواقف وبيانات واضحة في التنديد قضية الدفاع عن نبي الرحمة والهدى خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام عندما استهدف من جهات غربية عديدة ونشرت رسوم مسيئة له عليه الصلاة والسلام وانتجت أفلام لهذا الغرض وقفت الهيئة من خلال بياناتها موثقة للجرم ومنددة به ومستشرفة لمآلاته وناصحة لتلك الدول بأن لا تستفز مشاعر المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الركن الأول من أركان الإسلام كون الشهادة لا تصح إلا بالإقرار بنبوته ولأن الله تعالى جعل طاعته من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ونهى الله تعالى عن إيذائه حيا وميتا فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ويكفي لبيان عظمة نبينا في نفوس المسلمين حديث عمر رضي الله عنه عندما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال سيدنا عمر عند ذلك فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله الآن يا عمر ولأجل ذلك فإن الهيئة وثقت الجرم والاعتداء الذي وجه لنبي الهدى والأنام محمد عليه الصلاة والسلام ببيانات عدة ومنها بيان رقم ميتين وعشرة وبيان رقم ميتين وثلاثة عشر وبيان رقم خمسة وثلاثين وبيان رقم ثمانمائة وستة واربعين وبيانات أخرى ركزت الهيئة فيها على توثيق الحالة والجرم وتحديد الجهة وإدانتها والحكومة المسؤولة عنها التي سمحت وأيدت هذا الجرم ثم بينت أسباب التوجه وأنه يدل على أن ساسة هذه الدول لا زال أسرى العصور المظلمة وطالبتهم بالاعتذار للمسلمين جميعا ثم دعت إلى وقفة عملية جادة انضمت فيها إلى دعوات المقاطعة لتلك الدول التي تحاول المساس برسولنا صلى الله عليه وسلم وهنا لابد أن أبين وأصلط الضوء على بيان مهم من بيانات الهيئة وأنها وثقت هذا الجرم وهو بيانها الصادر في 22-2004 البيان رقم 20 وهذا البيان مهم لأنه وثق هذه المرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم من دولة مسلمة تدعي أنها دولة إسلامية وهذه دولة إيران وعبر مؤسستها مؤسسة المبين الثقافية التابعة لدولة ولاية الفقه وذلك عندما عرضت هذه المؤسسة في معرض أقامته في الجامعة المستنصرية في بغداد صورة شاب أمرد ذو هيئة وشكل غربي وبجنبه رسم رمز عيد الحب وقالت إنه محمد عليه الصلاة والسلام وأوصلت صورة سيئة المقصود منها الإساءة لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أثبتت الهيئة هذه الواقعة ووثقتها في بيانها وبينت الأسباب التي أدت إلى هذا الفعل واستنكرته ودعت العراقيين للوقوف ضد هذه الممارسات وفي ذلك إشارة مبكرة من الهيئة إلى أن الدور الإيراني في العراق هو دور سلبي ثالثا بيانات الهيئة المتعلقة بالإساءة للقرآن الكريم عندما حصلت الهجم المسعورة على القرآن الكريم وقفت الهيئة وردت بقوة على من حاول الإساءة للقرآن الكريم وقد قيدت الفعل والقائمين به ومن ذلك بيانها رقم 729 ورقم 824 ورقم 827 فوثقت الهيئة هذا الفعل ليكون وثيقة تاريخية ووضحت في بيانها كيف يحاول أصحاب الهوى والحقد الدفين استفزاز مشاعر المسلمين والمساس بمقدساتهم لكن اللافت للنظر أن الهيئة أشارت من خلال بيانها هذا كيف تناوب على هذا الفعل من كان سببا في دمار العراق وهم الإدارة الأمريكية وحكومة طهران فالجنود الأمريكان قاموا بحرق المصاحف في معسكراتهم في أفغانستان وفي العراق وتبجه أحد القساوس في أمريكا بحرق المصحف وأيضا الفعل المشين الذي حاكت به الشركات الإيرانية للمساس بالمصحف الشريف وتكرار هذا المساس والتطاول عندما لفت بضائعها المصدرة إلى العراق بأوراق المصحف الشريف وقد وثقت الهيئة في بيانها رقم 827 هذا الفعل وأدانته بأشد العبارات وجعلته مساويا للدول التي أساءت للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وانتهزت الهيئة الفرصة في بيانها للإشارة كيف أن الإدارة أو السلطة الإيرانية تسعى لنشر الأمراض الحسية والمعنوية في المجتمع العراقي وفي نفس الوقت وضحت وفضحت حكومة طهران بين جمعها بين النقيضين وأقصد بذلك مصطلح الجمهورية الإسلامية والمساس بأقدس الكتب السماوية القرآن الكريم رابعا موقف الهيئة مع الشعب المسلم في ميانمار وقد أصدرت الهيئة عدد من البيانات في ذلك استنكارا وشجبا ونصرة للمسلمين هناك فقد أصدرت الهيئة بيان رقم 851 وبيان رقم 1211 وبيان رقم 1278 وثقت من خلال بياناتها هذه الهجمة الشرسة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في بورما من خلال جماعات بوذية متطرفة تدعمها حكومات ديكتاتورية إقصائية عنصرية استخدمت القتل والتهجير والسلب والنهب والاغتصاب بحق المسلمين هناك وبيانت الهيئة موقف الأمم المتحدة السلبي وأثبتت دعمها موقف الأزهر وبعض الجهات الأخرى التي دعت لنصرة المسلمين هناك والوقوف بحزم أمام الإبادة التي يتعرض لها المسلمون ودعت أيضا الدول المجاورة لميان مار لتقديم المساعدة والعون للمسلمين هناك خامسا الإعدامات الظالمة بحق المسلمين وقادة الجماعات الإسلامية في عدة الدول فقد أصدرت الهيئة عدة بيانات مختلفة بهذا الشأن منها بيان رقم 1126 وبيان رقم 1171 المتعلقين بإعدام مطيع الرحمن نظامي أمير الجماعة الإسلامية في بنجلاديش والبالغ من العمر 73 عاما في عام 2016 وإعدام علي إحسان مجاهد أمين عام الجماعة الإسلامية في بنجلاديش شنقن وهما من أرفع قيادات الجماعة الإسلامية التي تعد أكبر الأحزاب الإسلامية في بنجلاديش مع ما لهما من جهود دعوية ووطنية وقد أدانت الهيئة في بيانها هذه الحملة ووصفتها بالاعتداءات الظالمة التي تستهدف قيادات الجماعة الإسلامية منذ سنوات وأوضحت أن هذا الطابع انتقام سياسي مفضي إلى الإقصاء والتهميش ورفض الاعتراف بالآخر وأشارت إلى وجود تأثيرات إقليمية ودولية خارجة واضحة المعالم تهدد مصير البلاد وتستهدف وحدتها بدون مراعاة لأي حسابات سياسية واجتماعية وصرحت بأن ذلك انتهاك واضح لحقوق الإنسان وتجاهل تام من السلطة لكل الاعتراضات الدولية عليها وأيضا وثقت الهيئة جرائم النظام الإيراني وإعداماته المسيسة لرافضي نظام ولاية الفقيه فقد أصدرت الهيئة عدة بيانات كان آخرها بيان رقم 1198 في سنة 2016 وثقت فيه إجرام النظام الإيراني بإعدامه 21 ناشطا كرديا إعداما جماعيا جلهم من الدعاء وطلبة العلوم الدينية والناشطين بعد أن حكمت عليهم بالإعدام بتهم واهية ومنهم الداعي المعروف شهرام أحمدي واستهانت منها بحقوق الإنسان في توفير الإجراءات اللازمة والمحاكمات النزيهة واستشهدت أيضا بتقرير مفوض الأمم المتحدة لذلك ثم أدانت الهيئة هذه الإعدامات القائمة على خلفية طائفية وعرقية وهناك أخوة الكرام قضايا أخرى كثيرة لا يسع المجال لذكرها وأكتفي بهذا القدر لكن أود أن أبين لحضراتكم أن الهيئة وبحمد الله بياناتها لقت ولاقت اهتماما واسعا على الصعيد الإعلامي والمؤسسات المحلية والدولية وأيضا للباحثين المختصين وهي أيضا تحظى بقبول واسع لدى أصحاب الرأي والفكر لمصداقيتها ودقتها في توثيق الأحداث ولأنها تخرج من مؤسسة أثبتت جدارتها وقوتها بوقوفها ضد أعتى قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزي الله الدكتور ثامر على هذا البيان والإيضاح حول هذه المضامين وأكرر فأقول أن ما تفضل به هو مقتطفات أو نماذج من البيانات التي أصدرتها الهيئة وإلا فالهيئة قد أصدرت البيانات وتمت طباعتها في أجزاء أربعة وهناك بيانات أخرى لم تطبع وهذا كله من باب حفظ الأمانة لأن التأريخ هو أمانة وأسلافنا الذين كتبوا في التأريخ إنما كتبوه لأنه أمانة يجب أن تنقل للأجيال فهذا هو من استشراقات الهيئة في كتابتها لهذه البيانات أنتقل إلى الورق الثانية والتي أود من خلالها أن أقدم نماذج أخرى فيما يتعلق بمضامين بيانات الهيئة في القضايا العربية أود أن أوضح أن الهيئة واكبت أكثر الأحداث التي وقعت منذ 2003 وإلى يومنا هذا وأولى القضايا التي أولتها اهتماما كبيرا هي القضية الفلسطينية ذلك لأنها القضية الأولى التي تحمل الكثير من الصابرين والمرابطين وقعتنا عناءها من أجل إيصالها بكل أمانة ودقة وصراحة لما استخفى العرب والمسلمون بهذه القضية جر عليهم ما جر من الويلات والدخول في هذه المعتركات وفي هذه المصائب التي تحل بهم الآن البيانات لم تكن مختصرة على فئة دون فئة أو على جزء من فلسطين دون جزء آخر لا إنما كانت تغطي أكثر الأحداث التي تقع في المدن الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في أي مكان آخر لأن الهيئة تؤمن بأن فلسطين كلها للفلسطينيين دون تجزئة يعني لا حدود هناك 67 أو ما يقال في الإعلام الآن ولم تستخدم هذه اللغة أبدا يعني ما استخدمت هذه الألفاظ مطلقا لأنها لا تريد أن تعطي شيئا للاحتلال الغاصب بل تريد أن توضح أن كل أجزاء فلسطينية للفلسطينيين وأن ما تم اجتزاؤه هو اختصاب من قبل الظالم المستبد الصهيوني هذه هي الفكرة الأساسية لذلك يعني نجد أن أي مجزرة تقع في أي مدينة فإن الهيئة تصدر فيها بيانا وتصف الحالة وحتى تعطي الأرقام الدقيقة التي نقلت من أرض تلك المجزرة وهكذا ولذلك انتهجت الهيئة في هذه البيانات التي تصدرها عن الاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني على غزة أو على المدن الأخرى أنها يعني توضح للعالم أن هذا المغتصب يستهجن ويريد أن يثبت قوته أمام الضعيف لكنها لا تستغرب هذا إنما تستغرب دائما الصمت والسكوت من قبل العالم الإسلامي والعربي هذا هو يعني المستغرب في القضية أما عمل الصهيوني فليس مستغرب لأن هذا الأمر ليس بالغريب عنهم من الأمور الأخرى أيضا أن الهيئة دائما كانت يعني تناشد المنظمات الخيرية والتي تقدم العون بإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا ما يتعرض له أبناء غزة سنوات تمر عليهم دون النظر إلى حالهم فالهيئة دائما من بداية الحصار على غزة وإلى يومنا هذا دائما تناشد الخيرين بإغاثة أهل غزة لما يتعرضون إليه من حصار ظالم الأمر الآخر أنها تندد دائما باختيال أبرز الشخصيات نستذكر اختيال الشيخ أحمد ياسين رحمه الله وعبد العزيز الرنتيسي وشخصيات أخرى ومن خلال إصدار بياناتها بهذا الشأن نرى أن الهيئة انتهجت نهجا وهو أنها تريد أن تبرز هوية أولئك الذين لهم الخير الكثير في الساحة الفلسطينية ومن جهة أخرى تريد أن تستنهض الهمم لأنه الأصل في اغتيالهم كما بيّنت الهيئة هو محاولة الكيان الصهيوني إضعاف المقاومة إضعاف روح الأمل في نفوس الفلسطينيين الهيئة أكدت على أن اغتيال مثل هذه الشخصيات لا إنما يقوي من عزائم المظلومين والمستضعفين هناك ويكون بصيصة أمل من أجل إخراج أجيال أمثال أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهم من المجاهدين الأبطال أمر آخر تغافل عنه الكثير فيما يخص الفلسطينيين الذين يسكنون العراق طبعا نحن نعلم أن الفلسطينيين في داخل العراق افطهدوا من قبل حكومات الاحتلال منذ 2003 وإلى يومنا هذا الفلسطينيون في العراق كان لهم تقدير خاص واحترام قبل الاحتلال ويعني على سبيل أن استضافتهم في العراق هي لم تكن دائمة في الفكر إنما هي استضافة لإنسان خرج من داره آملا أن يرجع إلى داره لا أن يعذب ويختال ويعتقل كما يعني هذا هو نهج الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال فالهيئة واكبت هذه القضية وناشدت المجتمع وإن كانت تناشد المجتمع وهي على دراية أن المجتمع يرى ولكنه يصم كلا أذنيه وكلتا عينيه لأنه لا يريد أن يصرح بالحقيقة من أجل أن لا يغضب بعض الأنظمة كما صرحت بذلك الهيئة في بيانها الأمر الآخر والمهم أننا نعلم أن هناك يعني بعض الاختلافات بعض الأمور التي يريد من خلالها العدو أن يزيد في الفرقة نعلم أن الإخوة في فلسطين على اختلاف والكل يعلم ذلك الهيئة دائما كانت تحث كل من في الداخل في فلسطين على الوحدة وعلى نبذ الخلاف من أجل القضية وهي القضية التي الكل متفقون عليها ولكن هذه الخلافات يزرعها العدو من أجل أن يفرق ويزيد في الفرقة فالهيئة كانت دائما تحث على الوحدة ولذلك بيانها في الالفين وسبعة حينما في اتفاق مكة حينما يعني أكدت على وجوب هذا الأمر وعلى الوحدة فيما بين الفصائل هناك استشراق للهيئة أنها دعت العالم العربي إلى وجود تحالف عربي نصرة للمظلوم والمستضعف وهذه يعني مسألة لو كانت تسمع من قبل من قبل الجهات المتنفذة والتي بيدها القرار لكان هناك يعني مخرج لهذه الأمة حقيقي لأن العيئة من كانت تطرح البيانات ما كانت تطرحها فقط أنها تستنكر أو تجرب لا إنما كثير من البيانات فيها حلول لكن الهيئة غير مطالبة بإيجاد هذه الحلول لأنها ليست جهة يعني متنفذة أو بيدها مثلا سلطة لكن تعطي استشراقات من أجل أن ينتبه العالم إلى المخاطر التي تحيط به وكيفية الخروج من هذه المخاطر والأزمات فكانت بحق استشراقة يعني جيدة ولكن قل من يسمع ولكن هي يعني تثبت موقفا أو تثبت موقفا سيشهد لها عند الله عز وجل ما ذكرته كما قلت هي نماذج وإلا فالذي يريد أن يتطلع أو يتصفح البيانات فقد وردت في هذا المجال بيانات كثر ويمكن لكل قارئ أن يتزود من تلك البيانات القضية السورية تأتي بعد القضية الفلسطينية لضخامة الأحداث وكثرة الأحداث التي وقعت وما زالت تقع في سوريا نسأل الله الفرج لنا ولهم ولجميع المسلمين القضية السورية أيضا حملت الكثير من البيانات أول بيان كان يصدر عن الهيئة هو مناشدة العراقيين بإغاثة إخوانهم السوريين وعدت ذلك من رد الجميل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لأن السوريين كما نعلم وقفوا موقفا مشرفا مع العراقيين في بداية الاحتلال وكان لهم يد كبيرة في مد العون والإغاثة للعراقيين كذلك من الأمور الأخرى التي استمرت الهيئة في نهجها فيما يتعلق بالقضية السورية هي إدانة المجازر التي ارتكبها النظام ومن تعاون معه وعلى سبيل الذكر للحصر آخر بيانين أو من البيانات الأخيرة التي صدرت هو فيما يتعلق بالغوطة وما حصل فيها وكيف أن الهيئة وصفت السكوت العالمي بأنه الجريم بحد ذاتها على السكوت على مثل هذه الجرائم أيضا يعني المسألة الأخرى التي تتعلق بجانب القضية السورية وهذا محور مهم أن الهيئة دائما تربط بين ما يحدث في العراق وبين ما يحدث في سوريا حينما تذكر مثلا مجازر حلب أو مضايا أو إدلب أو أي مدينة أخرى تحاول أن تربط بين ما يحدث في العراق وبين ما يحدث في سوريا وتحاول أن تبرز أن العدو واحد وإن تعددت أسماؤه أو ألوانه أو أسلحته العدو في العراق أو في سوريا هو واحد هذا من خلال ما أبرزته الهيئة في هذه القضايا أيضا أشارت إلى الميليشيات وحذرت من مخاطرها وكيف أنها هي وسيلة لتوسيع النفوذ الإيراني هذا أيضا جاء من خلال البيانات التي أصدرتها الهيئة في الشأن السوري ونددت بتدخل الميليشيات ووضحت خطورتها على البلاد العربية الأخرى مثل العراق أو سوريا أو اليمن أو بلاد أخرى تسعى إيران للتوسع من نفوذها في تلك أو للتوسيع من نفوذها في تلك البلاد والأمر أقول لكم هذه نماذج وإلا فالبيانات في هذا الباب كثر وأريد أن يعني أن تهي بحديثي إلى مسألة أن الهيئة واكبت الأحداث التي وقعت في البلاد العربية عقب الثورات سواء في مصر أو في ليبيا أو في اليمن أو في أي بلاد حلت فيه مثل هذه المسألة وكانت دائما مع الشعوب ومع قضاياها العادلة ودائما تؤكد على أن الشعب أو الشعوب هي صاحبة القرار وهي التي تغير ما تراه نحو الأحسن وحتى من الأمور الأخرى التي كان للهيئة موقف فيها ما حصل في السودان من انفصال جنوب السودان عن السودان يعني الهيئة ما يعني رحبت بهذه المسألة أبدا لأنها كان لها رؤية وهو أن الانفصال سيكون غاية أو هدفا لجبهات أخرى أو منظمات أخرى في بلاد عربية أخرى تريد الانفصال يعني أنه سيكون مثل سيء لمنظمات أخرى تريد أن تقتطع أجزاء من البلاد العربية وتصبح حكومات لوحدها فنرجع ونقول الهيئة لها مضامين كثيرة في بياناتها بخصوص الدول وما ذكرناه هو صورة مختصرة وشيء مجمل وإلا في البيانات التي كتبتها الهيئة خير كثير واستشراقات لكل من يريد أن يعرف حقيقة هذه البيانات ونرجع فنقول إن الهدف الأسمى من كل هذه البيانات هو أن تضرب الهيئة مثلاً أعلى في أمة الجسد الواحد إذا اشتكى منها عضو في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في أي بلد عربي أو إسلامي تداعى له كل من على الوجه على الأرض أو على وجه الأرض من المسلمين كأن هذه الشكوى واقعة بجميع المسلمين وهذا أمر يعني ليس بالغريب عن الهيئة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا التأريخ شيئاً يكون فيه الخير الكثير للأجيال القادمة ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير وعلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته